بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة استقبل رحاب المركز الثقافي القبطي الأورتوكسي ندوة ثقافية لمساندة المرأة في مواجهة الضغوط التي تلاحقها والمزيد في سياق التقرير التالي استقبل المركز الثقافي القبطي الأورتوكسي ندوة ثقافية تنظمها لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية بعنوان التمكين النفسي للمرأة في الحقيقة احنا حطين جدول كلاجنة شباب يعني وفي الحقيقة مدعمنا جدا نيافة الحبر الجليل الأنبارمية اللي انا بشكره من كل قلبي على التدعيم اللي هو بيدعمهن النهاردة بنستكمل السلسلة اللي احنا بدأناها عن القضايا اللي بتهم موطننا ومنها طبعا النهاردة بنتكلم عن التمكين النفسي للمرأة وموضوعنا النهاردة مختلف لان التمكين النفسي للمرأة مش بس احنا بنتكلم ما بين العلاقة ما بين الرجل والست بس ولكن علاقة المرأة بالمرأة كمان علاقة المرأة بالمجتمع المفهوم التمكين اللي حدث في الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وان الدستور المصري خرج منه عشرين بند بيمكن المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاجتصادي والنفسي ايضا وخرج من بنود الدستور قوانين اعطت للمرأة تمكين على جميع المستويات اعطت لها تمكين اجتماعي تمكين اقتصادي تمكين سياسي ولما بنحقق مستويات التمكين ده بيؤثر عليها بصورة نفسية ايجابية التمكين النفسي للمرأة حلم تسعى له لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية فذلك التمكين هو اولى مراحل تمكين المرأة من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي هي المرأة عضو مجتمع فاعل جدا لانه هي يعني الزوجة والام والاخت والست العاملة والطالبة واستاذة جامعية وزيرة فهي عضو مجتمع بلاش نسميها مختلفة كرجل ومرأة هم مختلفين في ادوارهم الفيسيولوجية فقط في ادوارهم الاجتماعية لكن هي عضو فاعل زيها زي الرجل في التعليم في الشغل وفي المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية لم تغفل الندوة المعوقات التي يصنعها العنف ضد المرأة فنعقشت طرق مواجهة هذا العنف من اجل تحقيق تمكينها النفسي وبذلك تصبح المرأة اكثر انتاجية وتزداد قدراتها عزيز داود ميزيت